بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل في الفصل التاسع من مساقي إدارة الأزمات الصحية نتحدث فيه عن دور القيادة في إدارة الأزمات الصحية القيادة كما هو معروف ويقال عنها كثيرا يعني إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي أن تنتصر قدوة للناس ويقال أيضا إذا أردت أن تكون قائدا فكن خادما أولا والقيادة كما هي معروف تختلف عن الإدارة في الإدارة إنجاز أشياء الصحيحة لكن في القيادة هي إنجاز الأشياء بطريقة صحيحة هي المقدرة على زرع الطموح والتأثير في المرؤوسين الموظفين من أجل إنجاز الأشياء بطريقة صحيحة ودور القيادة دور مهم جدا في إدارة الأزمات الدور القائم بالدرجة الأولى على توجيه الناس على إمكانية تحفيز الناس على تفزير طاقات موجودة في المؤسسة لكن في الحالة الطبيعية لا نستطيع أن نستحثها نظراً للطوق الصعب فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الإعتاء المعتادة لذلك فهي قائمة على اختيار اتجاه يعني توجه هالقيادة وهالإدارة في المؤسسة نحو مشاركة الآخرين بغض النظر عن المستوى الإداري في ضمن الهيكل التنظيم اللي هم موجودين فيه لأنه زي ما حكينا حتى من فوائد الأزمة هي ميلاد الأبطال إنه الناس عمال فيها الظل الأزمة بيتخطوا كل السلم الإداري والهيكل التنظيمي اللي يعتبر ضمن خطوط سلطة يعني محددة الشغلة الثانية تقوم على تحفيز ودفع الناس بالمشاركة وهذا وهنا بيجي دور إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي لما بتلاقي هالقيادات وهالمسؤولين ينتصبوا قدوات ويشاركوا الميدان ويتصلوا بجميع الموظفين بكافة المستويات هذا بيكون حافز لدى المرؤوسين إنهم يتقدموا هذا النوع من تحفيز ودفع الناس نحو المشاركة كذلك تقوم على حشد الطاقات الكافية لأداء أعمال غير روتينية إحنا في الحالة الطبيعية وفي الوضع الروتيني عايشين وماشي المؤسسة لكن صار في عندنا أزمة لكن في حال وجود الأزمة صار في عندنا بدنا شغلات يعني غير روتينية بدنا التفكير خارج الصندوق بدنا إشي مستحدث في الأسلوب في المعاملة حتى نستطيع أن نواجه الأزمة ويعرف القائد على أنه الشخص الملهم الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوة تأثيره نحو توجيه سلوكيات المرؤوسين في المؤسسة نحو إنجاز الأهداف بالطريقة الصحيحة القائد ضمن الفريق إدارة الأزمة هو الفرد المناط به توجيه فعاليات الفريق العامل في إدارة الأزمة والفريق التنفيذي لمواجهة الأزمة باعتباره أحد اللي هم أعضاء الفرير أصحاب الدور الرئيسي في مواجهة الأزمة القائد أثناء الأزمة بالعادة لأنه أزمة بنحكي في إشي جديد ومستحدث وأحداث متدفقة باستمرار وجديدة مختلفة عندي قبل لذلك يجب أن يتسم القائد بسرعة البديهة نحو التصرف والسلوكيات والتوجيه الجديد بما يتماشى مع طبيعة الموقف اللي يتمر به مؤسسة أثناء وجود الأزمة والأمر الروتيني لا يصلح في حال وجود الأزمات ما هي السمات والخصائص التي يجب أن يتسم بها القائد حتى يواجه الأزمة على نحو إيجابي وصحيح أولا الشجاعة والشجاعة الكاملة غير المنقوصة اللي تصنع منه رجل يستطيع أن يتقدم برغم المخاطر اللي موجودة والشجاعة بيقوله قسمين قسم طبيعي أنه يولد فيها الإنسان عشان هيك بنلاقي حتى أطفال من صغرهم بنقول أنه هذا ممكن يكون قائد في سمات شخصية قبل للسماء يكبر أو ممكن يكون قسم ثاني مكتسب وهو من خلال عقيدة وفكر معين يبنى خلال حياته وتانشئته خاصية ثانية هي التفاؤل وهي الاعتقاد بأنه غدا سيكون أفضل برغم الظروف الصعبة اللي ممكن يكون موجودة ونستذكر قول دكتور ابراهيم الفقير رحمة الله عليه يقول اليأس حافز برغم أنه يأس لكن يجب أن يبنى أو يصنع من خلال هذا اليأس هو حافز نحو الحياة الأفضل ونحو التحسين ويمكن زمان كنت بأقرأ لشركة جوال عامنين دعاية كبيرة جدا على دوار الصرايكة من عليها ثلاث كلمات العزم لا تحده الظروف عشان هيك كثير يلاقي من الناس نجحت برغم الألم برغم الصعوب برغم القلة والقحط عشان هيك وهنا يعني يجب أن يصدع من التفاؤل حافز يكون حاضر له ويؤثر فيه الآخرين أنه عندنا بكر أفضل الأمور ستحسن باتجاه الرؤية ابتبعتنا هذا يجب أن يكون بأوبتميستيك زي ما بقولوها خليك متفائل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين الإسلام نهى عن التطير ألا وهو التشاهم يجب أن يكون متفائلا ويدعو نفسه كما يدعو المرؤوسين إلى أننا سنعدي هذه الأزمة وسنعدي الصعوبات وتتحسن الأمور ضمن عقيدة راسخة في دماغه السمة الثالثة ألا وهي القدرة على تنمية العلاقات الإدارية وتطويرها وهنا المقصود أن تنمي العلاقات بين أعضاء الفريق حتى تذوب كافة الفروقات ما بين أعضاء الفريق ويكون الفريق كتلة واحدة وحدة واحدة يتسب النشاط والفعالية والهدف الواحد نحو النجاح وتجاوز الأزمة يعني ويعملوا بحاجة اسمها أو بروح الفريق من السمات أيضا المشاركة الوجدانية لدى إحساسه بطبيعة الموقف الموجود وكذلك طبيعة الفكر الذي يدور ما بين أعضاء الفريق أن يستطيع أن يقرأ ما لا يقراه الآخرين أن يرى ما لا يراه الآخرين وأن تكون هناك يستطيع من خلالها وضع رؤية للأحداث القائمة أو القادمة بناء على المعرفة بناء على الخبرة بناء على المعايشة الوجدانية والمشاركة الفكرية مع أعضاء الفريق بشكل عام أيضا من الخصائص أن يكون مدربا ومؤهلا على أصول القيادة ومتطلبات القيادة وكيفية التعامل كيف له أن يعمل بروح الفريق كيف له أن يدير ويؤثر به المرؤوسين أن تكون له قرارات عاقلة متخدة بناء على فكر ووعي ومدراك أيضا من الخصائص الثبات وربطة الجائش والصمود أمام تدهور الأحداث كثير يعني بنذكر لما حكينا في بداية المحاضرات على الأساليب المتبعة في التعامل مع الأزمة فكان منها أحد الأساليب اللي هو الأسلوب النعامة أو الهروب المباشر لكن في حال وجود قائد يتسم بإمكانيات وقدرات تؤهله أن يكون فعليا هو قائد في مواجهة وإدارة الأزمة أن يكون لديه الإمكانية الصمود أمام تدهور الأحداث عنده الإمكانية على التكيف السريع حسب المستجدات الموجودة مش انفعال الانفعال قلنا بحد ذاته تصرف سلبي سيؤدي إلى تعطيل التفكير سيؤثر على المرؤوسين سيؤثر على سير عملية إدارة الأزمة قوة الإرادة والخبرة والمعرفة والدراية في معالجة الأمور وعدم الوصول إلى حالة من الارتباك والتخبط لأنه قلنا من ليس لديه خبرات وإمكانيات وقدرات قد يرتبك بسبب الأسياء المستجدة وهذا الفيض الكبير اللي قد يكون في حال وجود الأزمات من المستجدات وكل يوم في إيش جديد فلذلك يجب أن تكون لديه معرفة وخبرة في معالجة الأمور بعيدا عن حالة من التخبط والارتباك أيضا عن قدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعدم تضيع الفرص دائما انتهاز الفرص المناسبة في أي مستجد قد يكون موجود فأن يكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت الحرج والوقت الحاسم أيضا أن تكون لديه القدرة على رسم السيناريوهات والتخيل والتوقع ما لا يراه ولا يتوقعه الآخرين وهذا قائن بالدرجة الأولى على التحليل المستفيد لكافة المعلومات التي ترد عن الأزمة وممكن توظيف التكنولوجيا لمعرفة طبيعة الواقع على سبيل المثال حينما نتحدث عن زيادة غير متوقعة في أمراض معينة وكيف ممكن نوظف التكنولوجيا والحوسبة في التعرف على سير الحالات ومعدلات الانتشار وتوزيع حالاتها زي ما بنشوف اليوم في علماء الوبائيات كيف وظفها التكنولوجيا لرسم خارطة ديمقرافية مرضية لتوزيع الحالات قدش متوقع تزيد في حال الانتشار وهذا هو المقصود فيه أخيرا خاصية تحمل المسئولية الكاملة ورفع روح المعنوية والإمكانية يعني أنه أن يضحي بنفسه أن يضحي وقته أن يضحي ببعض من ماله حسب طبيعة الموقف الموجود وهذا دور القائد الذي يميزه عن الآخرين وليس طبعا دور كيل الاتهامات وتحميل الآخرين للمسئوليات والشرود من المسئولية المباشرة فما هو دور التعليم والتدريب في إكساب وسقل قدرات ومهارات وإمكانيات القائد كخصائص موضوعية يمكن إكسابها لقائد الفريق أولا التعليم والتدريب على القدرة على جمع المعلومات وتحليلها والتعامل بموجبها بالسرعة وبداها ومهارة هذه بحاجة إلى التعليم عليها من أجل بناء وتوظيف القدرات التي عندها بشكل أكثر ممكن التدريب على إمكانية صياغته ورسمه للتكتيكات اللازمة والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال التعامل مع المواقف الأزموية أيضا القدرة على إمكانية شرح أفكاره وتوصيل رسائله بالإشارة والرموز بعيدا عن الكلام يمكن يقوله بالاتصال والتواصل 93% من الرسالة تصل بطريق غير منطوق من خلال التعابير الوجهية من العين الاتصال الحركة بالأيدي وما إلى ذلك و7% فقط هي الرسالة التي تصل بالكلام أو الرسالة المنطوقة عشان يقوله وحسام لحظك قاطع في غمده من خلال بنظرة العين يستطيع أن يوجه وأن تصل الرسالة كمان من الخصائص الموضوعية التي يمكن إكسابها هو التعليم وأعطاء دورات تدريبية أن تكون لديه معرفة ثقافة عن طبيعة الأزمات التي مرت في المؤسسة ومؤسسات شبيهة حول كيفية إمكانية التعامل معها التي ستؤهله من أجل رسم سيناريوهات وضع الخطط والتكتيكات للتعامل مع الأزمة في حال الحدود القيادة والإدارة ودورها في حال إدارة الأزمات هل نحتاج إلى قائد أم نحتاج إلى مدير كلا القائد والمدير يتفقوا في تحديد المطلوب منه ومن المرؤوسين مطلوب يعملوه وضع أو خلق مناخ مناسب مناخ تنظيمي نحو طبيعة العلاقات ما بين الأفراد والمرؤوسين والسلوكيات الإدارية ويتفقوا في متابعة وتقييم الأداء حسب القواعد واللوائح الموجودة لكن هل نحتاج إلى قائد أم نحتاج إلى مدير الإدارة زي ما احنا بالتفقين إنجاز الأشياء الصحيحة بينما القيادة إنجاز الأشياء بطريقة صحيحة الإدارة تقوم على التخطيط والارتباط بجدول زمني ويتجنب فيها المدير بالقائد بالعام بشكل عام اللي هو جاء عنصر المخاطرة بينما القيادة والقائد تقوم على التكاملية وتوجيه وزرع الطموح وغرس التأثير والتحفيز والدفع نحو لدى الموظفين وتفجير الطاقات الكاملة بينما في الإدارة تقوم على اتباع تسلسل إداري محدد في الإدارة أيضا تقوم على يعني الاهتمام بالتفاصيل وتجنب المخاطرة ويعني فيها نوع من الروتينية بينما في القيادة هو ما بيهتم بالتفاصيل هو بيهتم إنه نتجاوز هالأزمة وممكن يكون فيها عنصر من مخاطرة ممكن فيها زي ما حكينا تجاوز كل الإجراءات أو الإطار التنظيم المحدد كعلاقة ما بين المرؤوسين والموظفين وخلق طاقات جديدة يعني تخرج عن طوق وقيد التسلسل الإداري لذلك لا يكفي الاعتماد على الإدارة وأسلوبها ومنهجيتها في التعامل لأنه حتى قد يكون النظام الروتيني والقيود والجمود والتزام باللوائح القانونية والتسلسل الإداري قد يكون هو أصلا من أفرز وسبب وجود الأزمة لذلك في القيادة تحرر من هاي القيود والانطلاق يعني برحابة أكثر تقوم على يعني مهارة لدى القائد نحو استثارة إمكانيات وقدرات المرؤوسين والموظفين نحو التعامل مع الأزمة لذلك نحن نحتاج إلى القيادة ونحتاج إلى الإدارة فحاجة الإدارة للقادة هي حاجة ماسة كما أن انتاجية الإدارة تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا حسب نوع القائد اللي ممكن يكون موجود كلاهما الإدارة والقيادة تقوم على توظيف النشاط الجماعي نحو تحقيق الأهداف فيها جزء رسمي واتباع تسلسل رسمي وفيه جزء يخرج عن طوع الرسميات واللوائح والقوانين المحددة هناك ظروف صعبة قد تواجه القائد عند التعامل مع الأزمة أولها وسائل الاتصالات اللي قد تكون غير متوفرة أو منقطعة أو ضعيفة اثنين العزلة في مكان يقيد حركة هذا القائد ويمكن هذه العلاقة بجوانب سياسية بشكل كبير جدا لما نجد يتحدث على أمثلة الأزمات السياسية اللي مرت سابقا وأدت إلى تغيير بعض الأنظمة أيضا التعرض للإصابة والإيذاء لأنه بكون هو في مقدمة المواجهين نحو هذه الأزمة فقد يتعرض إلى الإيذاء والإصابة سواء إصابة مادية طبية يعني تؤثر عليه صحيا أو إيذاء من ناحية خلينا أقول اللي هو حملة إعلامية توجه ضد هذا الشخص ويكان ضد الاتهامات ويعني يتوجه الإعلام بشكل كبير جدا من أجل فقد الثقة من المرؤوسين ومن المجتمع بشكل عام ومجتمع المؤسسة بشكل خاص من اللي هو الرجل أو ذلك القائد لهيك يجب أن يكون لديه الاستعداد والنفس الطويل لأنه ممكن يواجه أشياء في طبيعة أو في حال الطبيعي لن يواجهها في حال الاستقرار والأمور العادية دور التدريب في قيادة الأزمات طبعا مهم جدا يعتمد بالدرجة الأولى على المحكاة وهنا يعني القائد يعيش الحالة الطبيعية أو قريب من الواقع اللي في حال وجود الأزمات يحاكي هذا الأمر هذا بحد ذاته يساعده في حال وجود الأزمات الفعلية في كيفية المواجهة وتحديد خطوط الاتصال وتوزيع الأدوار وتقديم النصائح والمشورة كمان التدريب يجب أن يكون قائما على يعني سد نواحي القصور الشخصي لدى هذا القائد وتعزيز والبناء على القدرات الموجودة عنده بالأصل عند تدريب القادة يجب مراعاة عدة نقاط منها مراعاة جانب الوقت وأن يعيش الحالة الطبيعية أنه يستنفذ مزيدا من الوقت وهذا مهم جدا أنه يعني يتعرض إلى حالة من الضغط المماثل والجهد المتوقع في حال وجود الأزمات لأنه هذه يعني فيها حالة من العيش الطبيعي في حال وجود الأزمات وهنا يعني يبرز إمكانية التحمل وأن تقول لديه الطاقة والنفس الطويل الشغلة الثانية أن يتدرب على أن المعلومات صعب الحصول عليها كل إشي ممكن يصل سهل قد يفقد سهل لكن في حال وجود الأزمات نحن نتوقع أنه يكون حجب للمعلومات أنه يكون صعب نقدر نصل إلى المعلومات ففي حال التدريب يجب أن يعيش الحالة في البحث عن المعلومات والوصول إليها بأمور شاقة وصعبة وليس في حالة طبيعية ثلاثة تنوع عمليات التدريب حسب المجال حسب التخصص في التعامل والاستجابة إلى الأزمة كمان اختيار قيادات تتناسب قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والعقلية مع طبيعة الأزمة ويمكن من قصص اللي ذكرت عن الحجاج بن يوسف الثقفي لما خطب في أهل العراق ما ولي عليهم فكان في خطاب نوع من الحدة فستهه وكان قصير القامة استهزأوا به فقال إني أرى أرؤسا قد أين عطفحان قطافها فأين ولا أين السيوف القواب وتصرف معهم كمان يجب أن يكون لدى القائد المتدرب لديه الاستعداد والرغبة في اكتساب هذه المعارف وهذه المهارات نحو سقل الإمكانيات وقدراته وشخصيته في قيادة الأزمة وإلا إذا ما كان هو يعني مجبر على هذا الأمر لن يستطيع أن تكون لديه الحصيلة المعرفية والقدرات التدريبية والفكرية في حال الرغبة الطوعية منه كمان التدريب على العمليات المختلفة عقليا وبدنيا حسب الظروف اللي هي الموجودة وحسب نوعية الأزمة دراسة الخبرات والتجارة والناتجة من أزمات سابقة وهذا بعد التدريب والتعليم على طبيعة الأزمة ومفاهيمها ممكن يكون قصص مصورة متلفزة مسموعة على طبيعة الأزمات على اختلاف أنواعها حتى يعني يدرك مدى كيفية نجاح أولئك القادة في أزمات سابقة كيف تجاوز هاي الأزمات واستطاعوا أنه ينجح ويسيطر على مواقف التطوير والتحديث المستمر للمعلومات حسب المستسجات دائما فيه عندنا علم جديد ودائما محدث وفيه عندنا أبحاث ودراسات يجب وضع هؤلاء القادة أولا بأول حسب طبيعة ونوع المواقف التي يتجب في تلك الظروف حسب نوع الأزمة وطبيعتها وشدتها وحدتها وحسب ما يستجد من معلومات وأبحاث ودراسات في تلك الأزمات بيكم نكون أنهينا الفصل التاسع من مساء إدارة الأزمات الصحية نستقمل في الفصل العاشر إن شاء الله التخطيط ودوره في إدارة الأزمات يعطيكم العافية السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر